الذي لا يستطيع أن تستطيع المحطة في المسيونه لا يستطيع المسيونه تجارب التشغيلية منتصف العام القادم تسريع وثيرة أشغال الإنجاز بمصنع بلارة دفع بوزارة الصناعة والمناجم إلى تنصيب فريق عمل لا مركزي يشرف على متبعة الأشغال من الموقع المشروع نجعلنا مجرد من المسيونه qui va dirigir le projey padalgi mid DC لذلك نحن لدينا شفة البرجأة مع جميعاً ويكون في حالة الوقت هذا هو الأهم الأهمية الذي سيقول أنه سنسق بين كل الأطراف ونكون نواجهها مع كل الأطراف منذ الإطلاق الرسمي لمشروع بلارة للحديد والصلبة انطلقت معه عدة مشاكل في التنفيذ لكن الحكومة ووزارة الصناعة والمناجم لا تريد أي عراقي لا تعترض إنجاز المصنع فهي أمام تحدي لتقريس فاتورة استيراد الحديد وفي أقرب الأجال خصوصاً أنها تمثل عشرة ملايير دولار سنوياً